في عالمنا المعاصر يواجه الكثير من الاشخاص مشاكل صحية ونفسية ناتجة عن ضغوط الحياة اليومية ونمط الحياة الغير صحي تتمثل احدى هذه المشاكل في ضعف الاعصاب والتعب العصبي الذي يؤثر على الجسم والعقل على حد سواء ولكن ماذا لو اخبرتك ان هناك فيتامينا سحريا يمكن ان يساعد في معالجة هذه المشاكل وتحقيق التوازن والنشاط العقلي الذي تحتاجه دعنا نغوص في عالم فيتامينات بي في عالم الصحة والتغذية تعتبر مجموعة فيتامينات بي بمثابة الاسلحة السرية للجسم والعقل ومن بين هذه الفيتامينات العجيبة يتصدر فيتامين بي 12 قائمة العناصر الضرورية لصحة الاعصاب والعقل لكن ما يجعله مخيفا هو ما يحدث عندما تفقده بفقدانك لفيتامين بي 12 يبدأ الرعب في الانتشار داخل جسمك يتسلل الشعور بالتعب والضعف الى اعماق خلاياك وتبدأ الاعصاب بالتراجع والتدهور يصبح الجهاز العصبي هدفا سهلا للتلف والتأثر السلبي والنتيجة تكون عبارة عن تنميل غريب ينتابك وتشعر كأنك محاصر في دوامة من القلق والارتباك والألم مع مرور الوقت يزداد التأثير المروع لفقدان هذا الفيتامين الذي يعتبر بمثابة الدم الحي الذي يغذي العقل والأعصاب يلاحظ الأشخاص المتأثرين بنقص فيتامين بي 12 تراجعا في قدرتهم على التركيز والتفكير الواضح ويعانون من ضعف الذاكرة والانتباه الأمور اليومية البسيطة تصبح مصدرا للتحديات الصعبة والمرعبة ولكن باذا لو أخبرتك أن هناك أملا في الهروب من هذا الكبوس المخيف هناك سحر مخفي في عالم الفيتامينات بي حيث يمكن لتنولك الدوري لفيتامين بي 12 أن يعيد لك القوة والحيوية فمع زيادة مستويات هذا الفيتامين العجيب في الجسم ستبدأ الأعصاب في الشفاء والتجدد ويتلاشى التنميل والتعب المزعج عندما يستعيد جسمك وعقلك توازنهما ستكون قادرا على التركيز بشكل مدهش والتفكير بوضوح والتخلص من القلق المرهق ستشعر بالنشاط والحيوية تجتاح كل خلية فيك وكأنك تعيش في عالم جديد تماما حيث لا مكان للمشاكل المرعبة لذا أحرص على أن تكون فيتامينات بي وبشكل خاص فيتامين بي 12 في قائمة أساسياتك الصحية اليومية واستعد لمواجهة الحياة بكل قوة وشجاعة وسترى كيف سيتلاشى الظلام وتبزغ شمس الصحة والعافية والسعادة في حياتك بإذن الله بالطبع يمكن أن يكون عدم امتصاص فيتامين بي 12 في الجسم أمرا مزعجا ومهما في نفس الوقت هناك عدة أسباب محتملة لعدم امتصاص الفيتامين بي 12 في الجسم ومن أبرزها نقص العامل الداخلي بروتين يفرز في المعدة ويساعد في امتصاص فيتامين بي 12 قد يكون سببا في نقص معدلاته في جسمك إذا كان هناك نقص في إنتاج هذا البروتين فإن ذلك سيؤدي إلى صعوبة في امتصاص الفيتامين بي 12 من الطعام وحتى لو كنت تتناول مصادر فيتامين بي 12 الطبيعية فإنك لن تحصل على الفائدة المطلوبة ثانيا مشاكل في المعدة والأمعاء وصدق من قال أن المعدة بيت الدائي وبيت الدواء ومنها ننطلق للتشافي بوعي من أي مشكلة كانت ويمكن أن تتسبب بعض الحالات الصحية مثل التهاب المعدة أو القرحة في المعدة أو تلف الأنسجة يؤدي ذلك لسوء امتصاص فيتامين بي والسؤال لماذا حدثت المشكلات في المعدة وهذا السؤال هو الذي يفتح لك أبواب الوعي في التشافي بشكل حقيقي السبب الرئيسي في تلف المعدة هي الشرور التغذوية والمدمرات الإنسانية التي تستقبلها المعدة فعندما تتناول الأطعم الجاهزة فأنت توصل لمعدتك كمية رهيبة من المواد الحافظة والأصباغ والنكهات الكيميائية إلى جانب الإضافات الكيميائية لتحسين النكهة والطعم وأنت بهذا تعمل على إمراض معدتك دون أن تدري وستدفع الثمن الآن أو غدا وتلك المدمرات الإنسانية التي تصل إلى المعدة تتسبب في قصور في الامتصاص إذ يحدث قصور في الامتصاص عندما تكون الأمعاء الدقيقة غير قادرة على امتصاص الفيتامينات والمغذيات بشكل فعال وقد يكون ذلك نتيجة للطرابات مثل متلازمة الأمعاء المتهيجة أو التهاب الأمعاء بسبب ما نتناوله من مدمرات الإنسانية كما أن الإسراف في استخدام بعض المسكنات والأدوية مثل المضادات الحيوية طويلة المفعول ومثبتات الحمض المعوي وبعض أدوية السكر يمكن أن تتداخل مع امتصاص فيتامين بيطناش وتؤثر على قدرة الجسم على الاستفادة وبعد أن أدركت هذا السر يأتي الآن الحديث عن دور تعزيز فيتامين بيطناش في الجسم من خلال النظام الغذائي ولكن بشرط أن يكون جسمك مهيئا على الامتصاص يجب التركيز على أهمية طبق الكبدة الطازجة مع صلطة الأوراق الخضراء إذ تشمل الكبدة الطازجة وصلطة الأوراق الخضراء بجانبها مصادر جيدة لفيتامين بيطناش والكبدة هي واحدة من أفضل مصادر فيتامين بيطناش الطبيعية ويمكنك تضمينها في نظامك الغذائي عن طريق تحضير أطباق مثل الكبدة المشوية أو الكبدة المقلية بالزيوت الصحية وتأكد من اختيار الكبدة الطازجة والجودة وتناولها بانتظام أهمية طبق صلطة الأوراق الخضراء يمكن تناول صلطة الأوراق الخضراء حيث تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين بيطناش ويمكن أن تتفاعل المواد الفعالة في هذه الأوراق الخضراء مع المواد الفعالة في الكبدة لتخدم هدفك العلاجي تذكر أنه يجب عليك أن تضيف المنتجات الحيوانية العضوية إلى نظامك الغذائي وخاصة لحوم الخراف المتغذية على الأعشاب فهي تزودك بفيتامين بيطناش ويجب عليك أن تضيف تناول لحوم الأسماك إلى نظامك الغذائي ويجب عليك أن تضمن البيض العضوي للنظام الغذائي يمكنك أن تلجأ بعد ذلك إلى تناول بعض الأطعم المدعمة بفيتامين بيطناش مثل الحبوب الكاملة والمنتجات الأخرى ولكن تحقق من تسميات المنتجات لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على فيتامين بيطناش للأسف الشديد يقع البعض في فخ الإهمال وهنا يدفع الثمن من صحته وإليك ما هو مخبوء لك في صفحات الأيام القادمة عند إهمالك لتعزيز هذا الفيتامين في جسمك إذ أن إهماله سيؤدي إلى تفاقم المشاكل في الأعصاب وسيؤدي إلى التهابها وتلفها مما يسبب زيادة في الألم والخضر والتنميل في الأطراف وضعف القوة العضلية وربما عند الإهمال الشديد قد يحدث شلال تدريجي يؤثر على القدرة على التحرك والمشي إضافة إلى سلس الأمعاء وسلس البول ويمكن أن يتسبب نقص فيتامين بيطناش في ضعف عضلات الأمعاء والمثانة مما يؤدي إلى مشاكل في التحكم بالبراز والبول والضعف الجنسي لدى الرجال إذ يتسبب نقص فيتامين بيطناش في تقليل الرغبة الجنسية والأداء الجنسي الضعيف لدى الرجال وقد يتطور الأمر إلى الاكتئاب وفقدان الذاكرة ولذلك من المهم مراقبة مستويات فيتامين بيطناش في الجسم وعلاج أي نقص فيه بمشورة الطبيب المختص لتجنب هذه المضاعفات الجسدية والعقلية وللحفاظ على صحة عصابك بصحة جيدة يجب عليك أن تؤمن بمبدأ التشافي بوعي وأن مجموعة الفيتامينات بي وخاصة فيتامين بيطناش إنما يمثل زاوية من زوايا التشافي بوعي ويجب عليك أن تتناول غذاء متوازن وأن تتحكم في مستويات الضغط وأن تمارس التمارين الرياضية وأن تحرص على النوم الجيد وأن تتناول بعض المكملات الغذائية وأن تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتذكر أن صحتك أغلى ما تملك فحافظ عليها ترجمة نانسي قنقر